نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء صحة ما تم تدوله على بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من فيديو يزعى متضرر مجموعة من التمثيل الأثرية بمنطقة أثار سقارة نتيجة عرضها على طاولة بطريقة غير لائقة وأوضح المركز أنه تواصل مع وزارة السياحة والأثار التي نفت تلك الأنباء مؤكدة على أن منطقة أثار سقارة وجميع مقتنياتها من التمثيل والقطع الأثرية سليمة وآمنة تماما ولم تقع بها أي أضرار على الإطلاق مشيرة إلى أن عملية عرض أي قطع أثرية تتم وفقا لإجراءات محددة يراعي فيها كافة معايير الأمان والسلامة وذلك بهدف الحفاظ على الأثار المصرية من أي محاولة للتلف ترجمة نانسي قنقر